للرشد وزدنا إيمان مرهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يد الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا مرهانا يعلو برهان يعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه جهاد الكفار والمنافقين انتثالا لأمره فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاثة ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا حريصا علينا بنا رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أحبة في الله فهذه حلقة خاصة مواكبة للأحداث الجسام التي تمر بها الأمة الأحداث التي أبكت العيون وأبكت القلوب الأحداث التي اهتاجت فيها المشاعر واشتعلت فيها العواطف الأحداث التي لا يملك المرء إزاءها إلا الصبر هكذا أمرنا الحق تبارك وتعالى والصبر ليس موقفا سلبيا وإنما أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم به فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وما صبر أولو العزم من الرسل إلا على تبعات الرسالة وإلا على شدائر تبليغ أمر الله للبشر قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا على مدى الحقب الطويل من الزمان على أن يرموا كل رسول جاءهم بالحق من عند الله عز وجل بالسحر وبالجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ما وإلا ما نفي وإلا استثناء والنفي والاستثناء في اللغة يفيد الحصر أي أنه ما من نبي جاء من لدن الله عز وجل بوحي من الله عز وجل إلا وقد رمي بالسحر وبالجنون قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا صبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين ولا مبدل لكلمات الله أي أن هذا الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويل سنة أن يواجه الحق الذي جاء على لسان كل رسول ونبي بباطل سنة لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات فافهم وتببر وانتبه هذه السنة لم تتخلف مرة واحدة على مدى تاريخ النبوات واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره سنة الدفع بين الحق الأصيل الذي قامت عليه وبه السماوات والأرض هذا هو حق أصيل قامت به كل الخلائق التي خلقها الحق تبارك وتعالى فما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق هذا الحق هو العدل هو الميزان هو الحسبان المذكور في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزد بالقسط ولا تخسر الميزان الميزان لغة الوجود كله العدل لغة الوجود كله الحق لغة الوجود كله الشمس والقمر بحسبان أي بميزان أي أن الله عز وجل وضع الشمس ووضع القمر في مكانهما بحسبان ليس بعشوائية ولا بعبث ولا بخلل وإنما الشمس في مكانها المقدر ذلك تقدير العزيز العليم فلو اقتربت بضعة كيلومترات مقتربة من الأرض لحترق كل ما ومن على وجه الأرض كل ما ومن على وجه الأرض ولو بتعدت بضعة كيلومترات مبتعدة عن الأرض لتجمد كل ما ومن على وجه الأرض ولكن الذي وضعها في مكانها بحسبان هو الرحمن وهذا سر من أسرار ابتداء سورة الرحمن بسم الله الرحمن فمن رحمته جعل الشمس ضياء ومن رحمته جعل القمر نورا ومن رحمته جعل لكم الليل سكنا ومن رحمته جعل النهار معاشا الرحمن هو الذي قدر هذا التقدير إنا كل شيء خلقناه بقدر فقدرنا فنعم القادرون وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا الحق الأصيل هو الذي خلق الله به السماوات والأرض وهو الذي أنزل به الكتب وهو الذي أرسل به الرسل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل سنة الله في هذا الحق أن يواجه بباطل قلت لم تتخلف هذه السنة قط طالما أنت على الحق فلابد أن تواجه بباطل يابني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أي أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مظنة أن تواجه بمتاعب بشدائد باتهامات بأراجيف بإشاعات فاصبر على ما أصابك وقلت إن الصبر ليس موقفا سلبيا وإنما هو قمة الإيجابية فهو صبر على ما تراه عيناك وتسمعه أذناك من خلل في هذه الدنيا وفي موازين الدنيا موازين الدنيا موازين خلل وموازين فساد وموازين ظلم من صنع البشر وليس من صنع رب البشر الموازين في الدنيا ترى الساقطين والساقطات ترى التافهين والتافهات ترى الرويب بضات في مقدمة الصفوف أحيانا ترى قيم الثروة والسلطة تتقدم وترى قيم الموثل والأخلاق والتدين ربما تتأخر خلل في موازين الدنيا ترى الحق ربما منزويا وترى الباطل ربما منتفشا هذه الموازين المختلة مؤقتة بالحياة الدنيا فقط ستين أو سبعين عاما كيف والدنيا ستين أو سبعين عاما نعم في حقك أنت لا يهمك في عمر الدنيا منذ آدم عليه السلام وحتى يقوم الناس لرب العالمين لا يهمك إلا الستين أو السبعين وأقله من يجاوز ذلك كما أقبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يهمك من عمر الدنيا إلا هذه السنوات المعدودة التي تعيشها في هذه الدنيا فهذا الخلل الذي تراه عيناك وتسمعه أذناك من صنع البشر وبموازين البشر وأعراف البشر والقيم التي تعارف عليها البشر ولا بد يوما أن تعتدل هذه الموازين في يوم آت لا ريب فيه أما الدنيا فمؤقتة زائلة فانية حقيرة والدنيا من الدنو عكسها العليا الدنيا من الدنو مؤقتة زمانا ومكانا زمانا عمرك مكانا هذه الأرض التي تمثل هباء في ملك الله العظيم هباء الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمت ألف مرة الشمس نجم من مليارات النجوم في مليارات المجرات التي تملأ السماء الدنيا فقط فقط تحدثنا كثيرا بفضل الله ومنته علينا ونعمته علينا في هذه الحلقات عن تفاهة هذه الكرة الأرضية التي يعيش عليها الناس يتصارعون ويتحاسدون ويتقاطعون ويتحاقدون ويتدابرون ويتصارعون أرض حقيرة مؤقتة هذه الموازين المختلة بمكان الدنيا وهي الأرض وبزمان الدنيا إلى قيام الساعة أو بعمرك أنت وحتى إلى قيام الساعة فيوم القيامة يظن الناس أنهم لبثوا غير ساعة هكذا قال الحق تبارك وتعالى لا بد لهذه الموازين المختلة حينما ينتفش الباطل وتنتفش دول الباطل وتنتفش حضارات الباطل والمسلمون في تخلفهم أو في وضعهم الذي يندى له الجبين خجلا ولا بد أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال فالمسلمون يعانون التخلف نعم والفقر والجوع والذل والهوان أمام القوى الكبرى التي تنتفش وتمنوا على هذه البلاد الفقيرة بالمعونات أو المساعدات أو غير ذلك وأول ما أصاب المسلمين أو أول نقطة في خط الانحراف في حياة الأمة هو التخلف العقيد أولا التخلف العقيد أولا أكررها للمرة الثالثة التخلف العقيد أولا ثم تبعه تخلفا علميا ثم اقتصاديا واجتماعيا وأسريا وأخلاقيا لأن الحصان الذي يجر العربة حصان يحتاج إلى مراجعة لكي نقويه لكي ننميه حصان العقيدة الذي يجر عربة الأخلاق والقيم والمثل والاجتماعيات كلها هذه الموازين المقتلة في هذه الدنيا التي يهان فيها رسول الله مرة بعد مرة فهي حلقة في سلسلة حلقة في سلسلة طويلة لا تظن أخي الحبيب أن هذه السلسلة ستنتهي أو أن هذه الحلقات ستنتهي وإنما كل فترة سترى هذا إن كنت تعيش أو إذا مت سترى الأجيال إلى قيام الساعة لأن الصراع بين الحق والباطل كما قلت زوجية كزوجية الليل والنهار كزوجية الحق والباطل كزوجية الحلال والحرام كزوجية الظلمات والنور زوجية في الكون سنة من سنة لله في خلقه هذه الزوجية لكي يتفرد الله وحده بالوحدانية المطلقة دا المعنى فهذه الحلقات لن تنتهي ولابد حينما ينفرط عقد هذا الكون سينفرط عقد هذا الكون كله سينفرط عقد هذا الكون كله أو سينفرط عقد هذا الكون كله إذا عادت على الكون أو عادت على العقد سينفرط عقد هذا العقد إذا السماء شقت إذا القبور بعثرت إذا السماء فطرت إذا النجوم انكترت آيات كلها تتحدث عن أهوال يوم القيامة سينفرط هذا العقد الجميل هذا الميزان وهذا الحسبان وسترى الأرض غير الأرض تتبدل والسماوات وهذا أمر شرحه يطول حينما يأتي يوم القيامة قال الحق تبارك وتعالى اسمع ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هل تدبرت هل قرأت هذه الآية من قبل أيها الغافل وأنا أول الغافلين أيها العاصي وأنا أول العاصين أيها الساهي وأنا أول الساهين أيها النائم هل تدبرت هذه الآية هل سمعتها من قبل هل وقفت عندها هل تغلغلت في قلبك هل وعاها عقلك وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قائل هذا الكلام رب العزة جل وعلا وليس أنا بمعنى أن مثقال الحبة من الخردل سيكون لها مثقال في الميزان يوم القيامة مش الموازين المختلة في الدنيا بقى اللي قلتها الوقت يعني قيم الثروة والسلطة والحضارة العافنة النجسة الدنسة تعل على المتقين الموحدين في الدنيا موازين مختلة في يوم القيامة سيضع الله الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم لا ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى موازين الدنيا غير موازين الآخرة فافهم وتدبر واستيقظ وانتبه موازين الآخرة مثقال الحبة من الخردل ومثقال الذرة لها ميزان عند الله عز وجل يمكن أن يثقل ميزانك بحسن ويمكن أن يخف بمعصية فلا تحقرن من الطاعة شيئا ولا تحقرن من المعصية شيئا موازين الآخرة يقول فيها الحق تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة أقواما كانوا في الدنيا ملء الأسماع والأبصار تزين صورهم الجدران تهتف لهم الجماهير تصفق لهم العامة هؤلاء ستخفضهم يوم القيامة أحداث يوم القيامة ستخفض خافضة الواقعة خافضة خافضة أقواما كانوا يستكبرون في الأرض بغير الحق أقواما كانوا يقولون من أشد منا قوة خافضة أقواما كانوا يذيقون الشعوب الويلات يمتصون دماءهم ويستحيون نساءهم ويذبحون أبناءهم خافضة أقواما يبعثون أو يحشرون يوم القيامة كالذر كالتراب يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل رافعة أقواما كانوا في الدنيا في مؤخرة الصفوف ربما تقرع دونهم الأبواب ربما لا يؤبه لهم وتعلمون جيدا الحديث رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره أخفياء الأتقياء الأخفياء هؤلاء هم ملوك الآخرة باتفاق الأتقياء الذين يخفون ركعتين في جوف الليل يناجون ربهم وتنهيمر الدموع من عيونهم من خشية ربهم لا يراهم إلا علام الغيوب جل وعلا أخفياء يتصدقون حتى لا تعلموا شمالهم ما أنفقت يمينهم أخفياء أتقياء أخفياء هم ملوك الآخرة باتفاق أولئك الذين يمعنون في الإسرار بطاعتهم يعني يسرون طاعتهم بجهد جهيد حتى لا يطلع عليها إلا الله عز وجل واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى في شأن المتقين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الناجون يوم القيامة فقط هم الذين حققوا التقوى افهم وتدبر واستيقظ وانتبه ويوم القيامة ليس بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ملوك الآخرة باتفاق هم المتقون واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عيتنيا ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفواصل القصير والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله عدنا بفضل الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد أحبتي في الله فموازين الآخرة غير موازين الدنيا والمتقون هم ملوك الآخرة باتفاق فوربك لنحشرنهم والشياطين تنبر الآيات من سورة مريم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية هذا التوقيت أو اللفظ مؤقت هذا الصراع مؤقت هذه الموازين المختلة وحينما أقول الموازين المختلة فهي من صنع البشر فالله عز وجل خلق الدنيا على الصلاح وحينما يقول الحق تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فكلمة ظهر معناها أن الفساد ليس أصلا في الكون وإنما هو من صنع البشر الذين أظهروا هذا الفساد بكسب أعمالهم بذنوبهم بمعاصيهم بمخالفاتهم لمنهج الله عز وجل ولرسل الجزء الثاني من هذه الحلقة الجزء الأول الصراع الحتمي بين الحق والباطل وسقت بعض ما أنعم الله علي من تذكر بعض الآيات التي تتحدث عن هذا الصراع الجزء الثاني في هذه الحلقة وأرجو الله تبارك وتعالى وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت هو خاص باليوم الخامس عشر واليوم السادس عشر السبت والأحد الخامس عشر والسادس عشر من شوال من السنة الهجرية الثالثة تذكرون هذا هذين اليومين تذكرون هذين اليومين اليوم الخامس عشر والسادس عشر من شوال من السنة الهجرية الثالثة ونحن في شوه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الحمد لله رب العالمين قرآن يتلى أناء الليل وأطراف النهار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قلت هل تذكر أخي الكريم اليوم الخامس عشر من شوال والسادس عشر من شوال ونحن في شوال ما زلنا هذان اليومان هما يوم أحد يوم أحد وغالبا شهر شوال يعني الدعوة أو تذكر أحداث أحد في شوال مظلومة لماذا؟ بعد رمضان يتحدث الناس والدعاة عن ما بعد رمضان ثم ما يلبث إلا أن تأتي أحداث الحج في ذي الحجة فيتحدثون عن سيدنا إبراهيم والذبيح وغيره من المواضيع شوال شهر أحد يعني أحداث أحد ولماذا اخترت اليوم في الجزء الثاني من هذه الحلقة أحداث أحد لأن أحداث أحد الحدث في اليوم الأول كان حدثا كسار ثم كانت الهزيمة الساحقة للكافرين في اليوم الثاني وكثيرا أيضا ما ينسى الناس أن النتيجة النهائية لغزوة أحد هو انتصار ساحق للمسلمين دائما يتحدثون عن هزيمة أحد أو انكسار أحد ولا يتحدثون عن اليوم الثاني وعن الانتصار الساحق للمسلمين في أحد وهذا أمر يعني ليس مجاله الآن المجال الآن للانكسار في اليوم الأول اللي هو الخامس عشر من شوال من السنة الهجرية الثالثة أذكر حضراتكم أحبتي في الله كي لا ننسى أن ستين آية من سورة آل عمران نزلت للتعقيب على أحداث يوم أحد فبالتحديد ثمان وخمسين آية ابتداء من الآية الواحدة والعشرين بعد المائة وحتى الآية التاسعة والسبعين بعد المائة من 121 لمية تسعة وسبعين تمانية وخمسين آية تمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والبوضع فهل من المدكر هل فتحنا قرآننا هل فتحنا دستورنا لكي نتربى على الصراع بين الحق والباطل هل رجعنا إلى مرجعيتنا الوحيدة ولا أقول الرئيس كما يقولون إنها مرجعية وحيدة لا ثانية لها ولا مرجعيات معها إنها مرجعية وحيدة من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل فتحنا القرآن ابتداء من الآية الواحدة والعشرين بعد المئة وهي الآية التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وحتى الآية التاسعة والسبعين بعد المئة وهي قول الحق تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجن عظيم ما بين دفتي هاتين الآية العظيمتين الجليلتين الكريمتين تقع دروس لا حصر لها ولا عد لها حشد من دروس التربية على العقيدة من دروس التربية على القرآن من دروس التربية بالأحداث وعلى الأحداث وهي باقية إلى يوم القيامة فلا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد فكلما تعن للأمة أحداث لا بد أن ترجع لك أن تعلم أخي الحبيب أن عقب غزوة بدر نزلت صورة الأنفال عقب غزوة أحد نزلت هذه الآيات الستون وأقول الستون على سبيل المقاربة هي 58 آية بالضبط وعقب فتح مكة نزلت آيات من صورة الفتح وعقب الهجرة لم تنزل آيات بعينها حتى الآية التي يتداولها الناس كل عام إلا تنصروه فقد نصره الله نزلت في العام التاسع يعني بعد تسع سنين من حدثة الغار في العام التاسع من حدثة الغار المهم أن القرآن كان ينزل لكي يربي الأمة على عقيدة معينة على أخلاقيات معينة على مفاهيم معينة وهذه الأحداث مكرورة مكررة مكرورة لغة عربية فصحة مكرورة إلى قيام الساعة ولا مرجعية لنا في تفسير ما يحدث ثم في علاج ما يحدث إلا بأن نقرأ القرآن بتدبر فالقراءة المجردة التي نقيم لها المسابقات مسابقات حفظ القرآن شيء عظيم نعم ولكن أرجو أن يأتي اليوم الذي نعقد فيه المسابقات لأبنائنا حول تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن جاء الأمر دائما بالتدبر وليس بالتلاوة المجردة التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اقتلافا كثيرا الأولى في محمد والثانية في النساء المهم أننا في خلال الآيات الثمان والخمسين آية من سورة آل عمران نجد شيئا عجبا نجد أن الشيطان الرجيم عليه لعنة الله جاء ذكره في الآيات الستين وأقول الستين على سبيل المقاربة في الآيات الستين جاء ذكر الشيطان الرجيم عليه اللعنة مرتين المرة الأولى قول الحق تبارك وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا والآية الثانية التي جاء فيها ذكر الشيطان الرجيم عليه اللعنة هي الآية الأولى في الآيات الخمس الأخيرة من الآيات الثمانية والخمسين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين دور الشيطان الرجيم في الصراع هل الشيطان دور في الصراع بين الحق والباطل نعم جاء ذكره خلال هذه الآيات مرتين كما قلت والمرة الثانية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين جاءت هذه الآيات على رأس آيات خمس يعني الآيات الثمانية وخمسين تابعني بالله عليك الآيات الثمانية وخمسين أخرها خمس آيات الخمس آيات الأخيرة من الآيات الثمانية وخمسين تمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والباطل أول الآيات الخمس سبنا من الآيات الثمانية وخمسين بقى إن الآيات الثمانية وخمسين حشرون أبالأعوام لكي تتربى الأمة الأمة عليها الآيات الخمس الأخيرة من الآيات الثمانية وخمسين اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الآية التي بعدها اسمعوا الآيات مش محتاج تفسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والوقت يداهمنا وليس هناك وقت لكي نفسر كل آية الآية التي بعدها فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يريد الله ألا يدعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم سبحانك يا رب والله كأن القرآن نزل الآن غدا طريا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يدروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الآية التي بعدها إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم الآية التي بعدها وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا استدراج يعني إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ الآية الخامسة والأخيرة في سياق الآيات الآية 58 وفي سياق الآيات الخمسة ليتمثل الحقائق النهائية للصراع بين الحق والباطل الآية الخمسة إيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أرجو عظيم الآيات الخمسة تمثل دستورا ده الدستور الحق بقى مش الدستير دستير المهازيل من البشر لا ده الدستور الحق للحقائق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل دي المفاهيم التي لا بد أن تتربى عليها الأمة كل حين كل وقت والله يرسل بالمحن لكي نستيقظ ونفيق نفيق من غفلتنا وننتبه من نومتنا على هذه الحقائق ذكر الله عز وجل الشيطان مرتين خلال الآيات الثمانية وخمسين أول آية من الآيات التي تحدث عنها القرآن بما يتعلق فيما يتعلق بالشيطان عليه اللعنة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بمعنى يعني حملهم على الزلل كما قال المفسرون حملهم الشيطان على الزلل بمكر منه اسمع التفسير حملهم على الزلل بمكر منه إنه نفس التعبير عن الزلل الذي أخرج به آدم من الجنة افهم بقى واجمع القرآن إنه نفس التعبير عن الزلل الذي أخرج به آدم من الجنة معصية وهي أيضا مخالفة يوم أحد معصية أيضا الزلل الزلل فأزلهم الشيطان فأخرجهما مما كان فيه إنه نفس التعبير عن المكر الشيطاني الخبيث الذي يخرج الإنسان مما يحب إلى ما لا يحب ده المفهوم أنا مش هأقدر الوقت يداهمنا ولكن أرجو أن نخرج فقط بمفهوم المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه أخرج يعني هذه المخالفة أخرجت الصحابة مما يحبون إلى ما لا يحبون اسمع قليلاة انه أخرجت احبن حتى إذاaa فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون في بداية المعركة النصر والغلبة والأمن والطمأنينة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يبقى الفشل والتنازع ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعلت هذا الهول بالمسلمين أي هول سماه الله عز وجل قرحا قرحا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وكيف لا يكون هولا وقد قتل من خيرة صحابة رسول الله سبعون سبعون أكرر سبعون بسبب مخالفة واحدة تعلمونها جيدا قال لهم رسول الله لا تبرحوا مكانكم حتى ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير يعني لو متنا كلنا لا تبرحوا مكانكم لو قتلنا كلنا لا تبرحوا مكانكم أوحى الشيطان إليهم بالغنيمة قالوا الغنيمة الغنيمة أول النص لا تبرحوا مكانكم أول النص والنص لا تبرحوا مكانكم قالوا انتهت المعركة والشهوات العاجلة بخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعلت هذا الهول بالمسلمين قتل سبعون منهم أنس بن النضر واليمان أبو حزيفة بن اليمان ومصعب بن عمير وحمزة الذي بكاه رسول الله كثيرا عم رسول الله وبكاه رسول الله كثيرا ليس هذا فقط ليس هذا فقط لقد شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسال الدم الشريف أطهر دم خلقه الله سال على وجه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفرد وحده في الميدان بأبي هو وأمي وروحي هكذا كان رسول الله في أتون الأحداث لم يكن ينظر من وراء الميكروفونات ولم يكن يدير المعارك في الغرف المكيفة لا لقد كان في أتون الأحداث وسط الأشلاء وسط الجثث وسط الدماء في يوم حنين قال أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب هكذا وار التراب بطنه يوم الخندق هكذا كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم درة تاج البشرية كلها لم يخلق الله بشرا كمحمد لم يخلق الله عقلا كعقل محمد لم يخلق الله قلبا كقلب محمد لم يخلق الله صدرا كصدر محمد لم يخلق الله نفسا كنفس محمد لم يخلق الله بشرا كمحمد من جهة البشرية المحضة هو طهر من طهر من طهر هو نكاح من نكاح من نكاح ولم يتلوث نسبه بسفاح قط من جهة البشرية المحضة هو خير من خلق الله على الإطلاق ومن جهة الرسالة المحضة هو خير الأنبياء على الإطلاق وقف وحده في الميدان في أحرج ساعة من ساعات الدنيا كما قال أحد كتاب السير ويهب لنجدته سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين ويسرع الأنصار أمام عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواحد تلو الآخر ويتبقى أمام رسول الله اثنان من المهاجرين هما طلحة ابن عبيد الله الذي شلت يده من كثرة السيوف التي سقطت على ذراعه شلت يده فسقط أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سره أن يرى رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ولم يتبقى أمام رسول الله إلا السعد وما أدراك ما السعد ابن أبي وقاس ابن أبي وقاس الذي أفرد كنانته وقال له رسول الله فداك أبي وأمي ارم سعد هذا الهول هذا القرح هذا الحزن هذا الجو الكئيب الذي كان في جو المعركة بسبب مخالفة واحدة فما بالك بأمة كثرت مخالفتها لرسول الله إننا لا نلوم الغرب بقدر ما نلوم أنفسنا نلوم مجتمعاتنا نلوم ما جد من بدع بدعيات وشركيات في الأمة فعلت هذا الهول وهذه النظرة الدونية لمجتمعات المسلمين ما زلنا ننظر إلى اللحية بترقب وحذر حتى إن بعض من أطلقوا لحاهم من الضباط الشرفاء ما زالوا بعيدين عن العمل لا نتحدث عن اللحية نحن نتحدث عن واقع فقط لكي نفيق على مخالفاتنا هكذا هكذا نتعامل مع الحدث هكذا نتعامل مع الحدث أن نرجع مرة أخرى إلى موقفنا من رسول الله إلى موقفنا من سنة رسول الله إلى موقفنا الحقيقي من نصرة رسول الله هذه النصرة الحقيقية ليس بالمظاهرات وليس بالأصوات العالية وليس بالتشنج وليس بالعصبية وليس بالفرقة وليس بهذا الجو الذي نراه أيضا بعيدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم راجع نفسك مع جيرانك مع أرحامك مع أبويك مع الناس من خلال سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأمر شرحه يطول ولم نكمل بعد المرة الثانية التي ذكر فيها الشيطان والآيات الخمس ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل ربما نكمل ما بدأنا نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحتى نلقاكم أحبة في الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة وتعالى وبركاته أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان مرهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان يت اشتركوا في القناة